كان يمكان في قديم الزمان شابا مغرورا مفتول العضلات يرى نفسه بارعا في حل المسائل والمشكلات وفي يوم من الأيام أحب فتاة جميلة كانت ابنة عالم يضيات عنيد قام الشاب بزيارة العالم في بيته طالبا الزواج من ابنته وهو متفائل بقبول طلبه لكن العالم قال أنا رجل أتعامل بالقوانين والأرقام أريدك أن تثبت لي حبك لابنة هل تعرف قانون المتحابين؟ كل منهم يحمل الآخر في قلبه تماما كما هو الحال في الأرقام تعجب الشاب فهو لم يسمع بحب بين الأرقام فقال عالم الرياضيات إنها الأرقام المتحابة سأخبرك عنها قليلا مجموع قواسم العدد 220 مع عدل عدد نفسه هو 1 زائد 2 زائد 4 زائد 5 زائد 10 زائد 20 زائد 22 زائد 4 واربعون زائد 55 زائد 110 يساوي 284 ومجموع قواسم العدد 284 مع عدل عدد نفسه هو 1 زائد 2 زائد 4 زائد 71 زائد 14 يساوي 220 بالتالي يسمى هذان العددان عددان متحابان فإذا كنت تريد أن أزوجك ابنتي فعليك أن تجد زوجا آخرا من هذه الأرقام خاب ظن الشاب لأنه لم يستطع إيجاد ذلك ظل إيجاد الأعداد المتحابة معتمدا على التجريب إلى أن ابتكر العالم ثابت بن قره قاعدة لإيجاد الأعداد المتحابة وتنص هذه القاعدة على إذا كان كل من P و Q و R أعداد أولية وإن عددا صحيحا أكبر من الواحد فإن P تساوي 3 في 2 2 ناقص 1 ناقص 1 و Q تساوي 3 ضرب 2 ناقص 1 و R تساوي 9 ضرب 2 2 N ناقص 1 ناقص 1 فإن الزوجة الأول من العدد المتحاب هو M و M تساوي 2 N ضرب P ضرب Q والزوجة الثانية من العدد المتحاب هو K و K تساوي 2 N ضرب R يعد ثابت بن قرة أحد أعلام الرياضيات البارعين حتى أطلق عليه لقب إقليدس العرب كان ثابت بن قرة يجمع بين عدد كبير من العلوم فقد برع في الطيب ونبغ في الرياضيات وتفوق في الفلك كما أتقن عددا من اللغات ومن مؤلفاته الرياضية كتاب مساحة الأشكال المسطحة وتصحيح مسائل الجبر بالبراهين الهندسية وقطوع الأسطوانة